السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة اليوم ان شاء الله نزولنا الى الطلابات ديالكم هادي نقدم لكم بقولة فعلة تاركة على حقها وطريقها من يضماما الحبيبة صراحة لله اللي بقولة ديال ماما ما عمرني ما كليت بحالها في حياتي بقولة لديدة ما كتجيش ميها كتجي وقفة واهم حاجة انها كتجي بنينة 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 ومتولة الله يعطيها الصحة ودابة هادي نخليكم معه يعني المقادير مع الطريقة لتحضير وما تنسوش الاسرار اللي غدي نقول لكم في الفيديو فرجة ممتعة كتختاروا اي نوع من البقوليات انتو ما بغيتو ترجلك جي ازوينا كمني كنقشوها نقيمها ونقشوها اه تتنشف مزيان ضرور يا ما مخصومت تتنشف لهم زيان للا كاملة كتنشفن بعد مخصنناها وعودنا وحيدنا لها داكتراب مزيان دمناها بعدها في الشبكة تنشف وعدك ساعات ابناها على واحد الزيف وغطيناها وقفلناها تنشف مزيان ودورها في اللاجب شما تضبل لكم مش لاخليتو على برة صافي ولا غدا كانتو كنصبو فيها كتبقى كتعز الماما كتحييد غير واحد شوية ديال دوك الغلاظين العواد وكتبقى كتقطع العواد ديالها على هاتشكل كنقول لها ماما العواد واشغر تديرهم كاملين كتقول لي عندك يا صافا تحييدهم رهوما اللي كيجيبونا داك البقولة بحريرشة اوزوينة غير هاتشهم يتقطعوا رقاق مزيان هنا واحد الأقطارانة تقول لها عندك يا ماما امامي عندك يدك المهم كتبقى مسكينة تقطعها بحلقة رقيقة سمعي تفضل هنا عندي جوج الرباطي كبار هنا في كوكو تدير نسكس الماء تزلفة القطبور ومعدنوس مقطعين رقاق يعني واحد جوج ربيطة صغار ثلاثة ديال فصوص ديال التومة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف القطبور ومعدنوس ونجيبوه وتعطينا واحد الريحة تحمق هذه الطريقة اللي نشوف دائما ما ما تديرنا في الزابد الحوايج مهم دبا ان شاء الله نشارك معكم وصفات أخرى هنا نضيف الزيت الزيتون نضيف ونخلطه ثم نضيف البقولة كوكوت كوكوت نضيف الغيطاء تهبط مهيلة الحجب بحلق لال هنا نضيف معلقة كبيرة تحمير كامون نضيف نضيف حمضة مصير من قطعة مربعات صغر نضيف حمضة من قطعة مربعات صغر لا تريد حمضة الحموضة نضيف كوكوت ونضيف نضيف مهيلة ونضيف تنضيف مهيلة يجب أن تكون في الكوكوت هنا يجب أن تضع زيت قليلا سوف تضع زيت الزيت بطبيعة النار يجب أن نضعها يجب أن نضع زيت الزيت هنا سوف نضع البقولة إلا أنت يجب أن نضع زيت الزيت ونحن نسل أحدث عن ملعقة اللون مخسوش يكون حمر بزاف ما تكتروش دكتة حميرة كتجي حمرة بزاف ما خاشت حميرة تكون بزاف في يعني في البقولة حاجة احد اخرى قتلك مني تحطو البقولة في الطبصيل ما تبقوش كتحلسو عليها بالمعلقة ما تيرا شافتني كان قدفها هو يتقولي خلي البقولة البقولة خصتبان بحلاكك خصتبان وقفة خصتبان مشاكة فهمتو هاكا ما تبقيش تضربع عليها بالمعلقة بحلاكك مو يمع فيما خلات ليش مهم سمعات النصائحة مهم مهم من مهم من البنات صافي هنا يا قاتل جيب زويتينة حمر وزيني طابق مهم بديت كنزين كنزين يتقول ليوران سيتي واحد زيتونا من الفوق مهم هنا درت الحامض مصير قطعته شي رائح وصافي ودرت هذيك الزويتينة هكا من الفوق وجه الصراحة المنظر رائع جدا جدا وصدقوني يا البنات لقوت لكم اللي دق البقولة عندنا كي حمق عليها واحد المدق مشي طبيعي الله يرحم لك الوالدينة ماما حبيبة هانتوما ذاك لاستوس ديال كنزيدو الزيت في الخر هاي اللي كتعطينا هاد الدميعة هاي اللي كتشوفوهنا هانتوني هاد الدميعة هاي في الجنيبات هاد دليل على ان البقولة ديالنا زوينا ومميهاش وما تنسوش اللي عايش بكم فيديو تبخطجوه على أوسع النطاق ديروا لي لايك وادعوا معايا ومع ماما بصحيحة وعافية شكرا جزيلا اشتركوا في القناة